الحصد الاقتصادي من القدس.com أهلا بكم أصبحت قضية البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تشكل من سلة المستهلك الفلسطيني نحو 68% تؤرق الفلسطينيين خلال الأعوام الأخيرة وما يرافقها من تباطئ في معدلات النمو الاقتصادي وتراجع في أرقام الناتج المحلي الإجمالي وبلغت نسبة البطالة خلال العام الماضي نحو 27% فيما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3% لذات العام تعيش أسواق قطاع غزة تداعيات إغلاق أنفاق التهريب وقد اختفت منها تماما أصناف عدة من السلع في حين ارتفعت أسعار سلع أخرى إلى مستويات قياسية وفي مقدمتها الأسماك الطازجة التي كانت عشرات الأطنان منها تصل هذه الأسواق أسبوعيا وتراجعت كميات الأسماك التي ترد إلى الأسواق بدرجة كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى 10% من إجمال الكميات السابقة كشف تقرير صادر عن مكتب الإحصال الإسرائيلي الأثنين الماضي أن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات من السلع خلال العام الماضي بلغ أكثر من 19 مليار شيكل فقد بلغت قيمة الصادرات 240 مليار شيكل مقابل 259 مليار شيكل قيمة الواردات لنفس الفترة دعت وكالة الإغاثة الدولية أكسفان من الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التفاوت الواسع في الثراء مستدلة على هذا التفاوت بأن ثروة نصف سكان العالم تملكها الآن مجموعة صغيرة من الناس لا تتجاوز عدد ركاب حافلة من طابقين أي قرابة 85 رجلا من أغنى أغنياء العالم نهاية الحصاد الاقتصادي شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر